ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وفق مصدر أمني كانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بقرصنة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستلاء على صورها الشخصية علاوة على تعريضها للابتزاز المالي والغير أخلاقي مقابل عدم نشر معطياتها الشخصية المذكورة وقد أسفرت الأبحاث والتحارية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه والعطور بحوزته على جهاز إلكتروني استعمله في نشاطه الإجرامي والذي أحيل على الخبرة التقنية للاشتباه في احتوائه على أطار رقمية لعمليات مماثلة لابتزاز شابات أخريات وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية اشتركوا في القناة